النهاردة عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم كواليس السوبر الرباعي هو ده يعني عنوان هذا الامر ايه اللي حصل علشان اتحاد كرة القدم يفكر ويفكر ويفكر عشان يطلع لنا بهذه القصة الحقيقة توسبنا خير وقلنا بعد الانجاز الكبير للمنتخب المغربي وكل العالم مش مصر فقط كل العالم شاف انه المنتخب المغربي عمل حاجة جيدة بسبب الادارة والتخطيط الجيد فطبيعي جدا ان احنا نطلع نقول ان احنا ما عندناش تخطيط فالمهم قلنا ان اتحاد كرة القدم عندنا حيفكر يطور كرة القدم ويسعى لمزيد منها الاحترافية ويعمل زي الاتحاد المغربي الاتحاد المغربي الشقيق يعني انت حتبص كده جنبك تشوف الاتحاد المغربي عمل ايه وتحاول على قد ما تقدر ويركز تحت كرة القدم يركز فقط على مصلحة كرة القدم لكن الحقيقة فجئنا من مبارح للنهاردة بتصريحات وتسريبات كثيرة بخصوص استحداث نظام جديد للسوبر المحلي علشان يقام بنربع فرق في الموسم الجديد طيب ايه كواليس هذا الامر وايه اللي حصل عشان شوفوا الفكر اللوزعي ما عرفش هو بيقولوني اللوزعي اللوزعي ده عامل كده لين سأل ما وعرفنا الكواليس الحقيقة كان فيه كلام رايح جاي بشكل ودي ما بين اتحاد كرة القدم والربطة بخصوص مباراة السوبر المحلي هل ممكن الربطة تنظمها ولا لا ساعتها اتحاد كرة القدم الحقيقة كان موقف واضح قال للربطة بطولة السوبر دي بتاعتي وفقا للاحة النظام الاساسي للاتحاد واحنا متبسكين بتنظمها لكن ايه اللي حصل بقى بعد كده نمى الى علم اتحاد كرة القدم ان الشراكة اللي عملتها رابطة الاندية المسئولية مع نظيراتها الاماراتية لو تفتكروا احنا اعلن عن هذه الشراكة ما بين رابطة الاندية في الامارات رابطة الاندية المحترفة في الامارات ورابطة الاندية المحترفة في مصر كان هناك فيه مشروع لتنظيم بطولة سوبر من اربع فرق على غرار السوبر الاسباني اللي كان بيقام مؤخرا يعني في المملكة العربية السعودية ما بين اربع فرق لكن تحاد كرة القدم حاب يزبق وقال ايه بقى انا هعمل السوبر بأربع فرق ونسي انه لازم يعد لحيته علشان يطبق اقتراح زي ده الواقع بيقول ان فيه مشروع لبطولة مصغرة من اربع فرق بطل الدوري وبطل الكاس ووصيف الدوري ووصيف الكاس او بطل الكاس الرابطة ما اسف ممكن يبقى بطل الدوري بطل الكاس بطل الرابطة قد اكون لها معايير مختلفة ولكن هو دلوقتي التفكير رايح الاتحاد شايف انه عايز يعمل بطولة اخرى يعمل مركز على المنتخبات يا سيدي يا حضرتك يا أستاذ جمال ويا أستاذ خالد ويا كابتن اسمه بركات ويا كابتن حازم ويا كابتن أبو الوقفة ويا دكتورة دينا ويا شباب ياللي موجودين يا دكتور أبو الكومي كل الدكاترة والأسادزة والكباتن اللي موجودين الحقيقة يعني عايزين حضرتكو تركزوا باللي بيحصل في المنتخبات هو القلم بتاع منتخب الناشئين محدش خد باله منه يعني انت بتدرب القلم الأول عاملين زي فاكرين عنطر ولبلب خد القلم الأول ونسي احنا نسينا اللي حصل في المنتخب الناشئين طيب خلي بقى لحضرتكم أنا هقول لكم على حاجة تخص المنتخب الشباب وأنا بحذر من دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في المنتخب الشباب ليه؟ بسبب عدم الاختيار الجيد الجهاز الفني الحقيقة عليه علامات استفهام كبيرة جدا منتخب الشباب عموما خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل لإنه أنا في الآخر يوم لما الجهاز الفني اللي موجود ده يعمل حاجة كويسة البلدي هسقال هكون أول واحد بساقف لكن خليها مش موضوعنا لكن اتحاد كرة القدم ساب كل ده وراح يفكر في السوبر باربع فرق ولا فريقين ولا هنعمل ايه؟ هو حتى مش مذاكر اللايحة الخاصة بنظامه الأساسي أتمنى أن الموقف ده تتم مراجعته سريعا تحت كرة القدم يركز على مسئولياته ويذاكر لقيحته كويس طب اللايحة بتقول ايه؟ اللايحة اللي موجودة في النظام الأساسي بتقول ايه؟ مباراة مباراة السوبر دي عبارة عن ايه؟ مباراة ما بين بطل الدوري وبطل الكاس محدش قال أربع فرق ولا حد قال أي حاجة تانية انت عايز تثبت موقف علشان يعني ربطة الأندية المحترفة اللي عندنا هنا بتشتغل بشكل جيد فبالتالي انت عايز تثبت موقف يعني تقول ان انا روحت وقلت وقابلكو والله العظيم يا جماعة هكذا يضر الانتعاد هي مش باللي يسبق بالمناسبة مش باللي يسبق فأتمنى ان الموضوع ده نشوف له حل انا ما عنديش مشكلة على فكرة عايز يلعب اربعة عايز تلعب ستة عايز تلعب دوري جديد لعبه في الامارات ولا فوق زي ما انت عايز لعبه ما عنديش مشكلة اذا كان الكلام لما سألت في هذا الامر اتقال لي ايه؟ اتقال يا صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نحسن من مواردنا نحسن من مواردنا نجيب فلو الزيادة يعني على فكرة هناك طرق سهولة من هذا الامر يا فندم هو حضرتك لما تعمل دورات للمدربين مش هتكسب منها فلوس هتكسب منها فلوس ما تخلونيش يتكلم في حاجات مش عايز اتكلم فيها دلوقتي عدوا كم مدرب في مصر ما عندوش رخصة وكم مدرب في مصر بيطلب ان هو ياخد رخصة وانتو تعرفه هتعرفه تكسبه ايه؟ من هدي الدورات هتقول لي احنا بنعملها من غير فلوس الكلام ده مش صحيح الكلام ده غير صحيح انت اساسا من الاساس ما بتعملش هذه الرخص ما بتعملش الدورات اللي بتخليك تاخد الرخص والناس كانت مستغربة ان المسيمايني لو فاكرين راح المغرب وقعد 13 يوم في المغرب لو حضراتكم متذكرين عشان ياخد الكاف برو تخيلوا حضراتكم لو وليد الريكراكي النهاردة ما كانش معاه الكاف برو ما كانش ميسك منتخب المغرب او لا يعني طبعا الاتحاد الكرة المغربي او الجامعة المغربية لها الحق طبعا في انها تختار ما تريده كمدير فني ولكن ما كانش حيضع الدك في كاس العالم عرفتوا حضراتكم الدورة دي او الرخصة دي فادت واحد زي الريكراكي ازاي فادت واحد زي المسيماني الفترة اللي جاية ازاي كابتن علي ماهر حضراتكم حتشوفوه موجود مع فيوتشر وبيريمتز اللي في مجموعة واحدة في الكونفيدرالية حتشوفو علي ماهر كابتن علي ماهر قاعد في المدرجات وتكيس جونياس قاعد على الدكة لانه معالي ويفا برو فممكن جدا حضرتك استاذ جمال علام يقعد مع بلدياته الاستاذ جمال محمد دكتور جمال محمد علي على فكرة شخصيات محترمة انا ما بتكلمش انا بتكلم في حاجة تانية يقعد مع بلدياته اللي جايبه من البلد علشان الدكتور جمال قيمة كبيرة الحقيقة اللي جايبه علشان يعمل الرخص من فضلكو اعملوا للمدربين الرخص هتكسبوا فلوس وحتدوا للناس الرخص اللي هم عايزينه وخلي بالكو لانه عشان يبقى عندنا مدرب واخد الرخصة البرو على اللي بيعملوا اتحاد كرة القدم دلوقتي ده قدامنا 4-5 سنين ده اذا بدأ دلوقتي زي ما قال اخر الشهر ده عموما فيه امور كتيرة جدا 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 نقدر نستغلها علشان نقدر نكسب فلوس تقدر او نقدر ندخل فلوس لاتحاد كرة القدم عشان يقدر يصرف لو حضرتك كنت اجتهت وعملت ترتيب جيد وتخطيط جيد حضرتك او اللي قابلك كمان اللجنة الثلاثية ومن قبلها اللجنة الخماسية اللي كان بتديري الاتحاد قبل ما الاتحاد ييجي برضو عشان نقولي الحق انه عشان ما تلعبش السنغال كنت ممكن جدا جدا لو لعبت مباريات والدهي ايام ما كابتن حسام البدري كان موجود كان ممكن جدا 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 تصنيفك يعلى لو لعبت هذه المبارات وتلعب فرق اخر غير السنغال فكان ممكن جدا تصل الى كاس العالم وكان ممكن جدا نشوف منتخب مصر بيعمل زي المنتخب المغريبي بيعمله عندنا عندنا لعبة كويسة جدا جدا عاديكم شايفين شغف الشعب المصري بهذه البطولة ازاي شغف الشعب المصري لمبارات بكرة ازاي النهاردة في الارجنتين هنتكلم عنها تخيل حضرتك انه لو كنت زيك كده وصلت زي المنتخب المغربي انا بكلم هنا وبخاطب السنس جمال علام لو كان هناك اعداد جيد او تخطيط جيد من فترة طويلة مش الاتحاد ده كمان كان ممكن جدا يبقى عندك دلوقتي خمسة وعشرين مليون دولار وقعد احسبها بقى هات الكالكوليتر كده وقعد احسب خمسة وعشرين مليون دولار لو كنت وصلت زي المغرب ده لو المغرب اتغلبت بكرة واتغلبت في المبارات الثالث والرابع هتاخد خمسة وعشرين كذبت اتغلبت بكرة وكذبت في الثالث والرابع هتاخد سبعة وعشرين وصلت نهاية كاس العالم ده قصة تانية خمسة وثلاثين للمركز التاني واثنين واربعين للمركز اتنين واربعين مليون دولار للمركز الاول فهو ده فكر وخطط لما هو قادم الناس قاعدة لغاية دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه في اتحاد كرة القدم اتمنى ان انا شوف اتحاد كرة قدم قوي يستطيع ان هو يجيب حق الاندية مش نخب الجواب في الدرجة